هنا أصور والناس متشعلها في العملية النورة ما حصلش ماتش بهذه الكسافة في تاريخ الكون لأنه سنة سبعين ومصر خارجة من أبواء سبعة وستين اللي هما زئير الكون والديمقراطية الكون والديمقراطية اللي خادت في أربعة وسبعين كاسي الأمم الأفريقية من مصر من مصر هنا في ملعب في ملعبنا ده أغرب أغرب بطولة قبل النهائي إحنا كاسبانين 2-0 خسرنا 3-2 كاسبانين 2-0 في الشوت الثاني قربوا الطاولة وكسبونا 3-2 وصعدوا فينال وخادوا أزلوا من زنبي طيب فبيرامز ما عندوش حل لإلا أنه يكسب لو تعادل هيروح عنده المباراة الساعة 3 في لبنباشي يوم السبت في نفس التوقيت نوازيبو اللي هو حيلعب المباراة الأخيرة مع بيرامز هنا نوازيبو هيحيل يضيف على ساندونز الساعة 6 في ملعب كابيتل أنت مزنبي عنده سبع نواط ساندونز عنده سبع نواط نوازيبو عنده أربع نواط بيرامز عنده أربع نواط فبيرامز التعادل يخليه خمسة مش هيفيده حاجة لا ممكن بشروط بس أصبر عليه لو هو حيبقى مزنبي تمانية و بيرامز خمسة مزنبي لو كسب هيبقى تقصد لو تعادل لو تعادل هيبقى تمانية و بيرامز حيبقى خمسة ماشي طيب نشوف بقى ساندونز و نوازيبو لو نوازيبو كسب ساندونز هيبقى كام نوازيبو هيبقى سبعة يبقى ساندونز سبعة نوازيبو سبعة بيرامز خمسة هيجي هي صعبة هيجي ساندونز يلعب مزنبي لو تعادل حيبقى تمانية خد بالك في الزهاب ساندونز كسبان نوازيبو ثلاثة صفر يا سيدي انا مريش لعب كله طيب اوكي لان كود دفار خسنة اربعة من غيني للسوقية حد يطل بطولة و غيني يطل ماشي عايز تقول لي بيرامز هيبقى عنده خمسة هيبقى عنده خمسة نوازيبو عنده سبعة لو كسب طيب ساندونز هيبقى يقف عند سبعة ساندونز لو تعادل لو خسب طبعا حيبقى سبعة و سبعة لو تعادل تعالى في الجول اللي بعديها خش بقى هيبقى تمانية في الجول اللي بعديها بيرامز هيكسب يبقى ايه الخمسة تبقى تمانية الخمسة تبقى تمانية نوازيبو هيفضل سبعة زي ما هو لانه بيرامز اللي هيكسبه اه ماشي اه طيب مازينبي و ساندونز مازينبي و ساندونز اه لو ساندونز خلاص كسب اه اه نوازيبو يبقى اه اه بيرامزة اهل او اتعادل معاه حتى لا لو اتعادل لو اتعادل انت هتاخد النتيجة المباشرة ساندونز اللو تساوى تمانية مع بيرامدز الافضلية لهو او كسبان هناك اتعادل هناك وكسب هناك احنا هيكسبه بقى بيرامد احنا بنقوله هيكسب مين ما هو هلاب نوازيبه وش هلاب في ساندونز عنده العك لو وصلوا كلهم طب او ساندونز لو خسر المطشين هيفضل سبعة احتماله اتنين في المية لكن موجود بيرامدز اي نتيجة يعني انت لو لو مزينبي بيلعر ساندونز تفتكر حيتعاطف معاه ولا عايز يخصيه ويرتح منه حسب الملعب يعني ما عتقدش هيبقى فيها حزبة غير ان انت عايز تصعب عايز تصعب عايز تصعب لا حيكون صعب اصل انت اسمه ده مزينبي حيبقى تمانية لو اتعادل او كسب حيبقى خلاص صعب طيب دي المجموعة الاولى بالحزبة اللي هي فيها لكنه حتى ساندونز كان المجموعة مش اولها المجموعة التانية تمتخيلين جار الزمن على الوداد الزمن جار على الوداد لانه رئيس النادي عبدالعالي الناصري التهم في قضايا خاصة بالزمة المالية والتجارة الممنوعة وتم القبض عليه ومودع السجن حاليا فالوداد تهز هز ادارية شديدة جدا نتيجة اللي حصل وصل ان الوداد وداد الامة اللي كان المنافس المباشر للاهلي في الثلاث سنين اربع سنين الاخير في الثلاث اشعر الاخراني وهو من فرق المقدمة التقال والمتآهلين مع الاهلي مبكرا لكاس العالم للانديه في امريكا ما هو لعب الفاينل مع سنداونز الوداد يا جماعة عنده تلت نقط جار الزمن عنده تلت نقط فقط في المجموعة اللي بيتصدرها اسك ميموزة لإفواري بعشر نقط وسيمبا التنزال بخمس نقط وجالاكسي عنده اربع نقط اسك سعد يعتبر خلاص المجموعة ديت بكرا الجمعة اسك في ملعبه هيستقبل سيمبا ساعة تسعة في ملعب فليكس بوانية اللي شاهد بطولة كاس الأمم الاخيرة جالاكسي هيستضيف الوداد الساعة تلاتة يوم السبت فطبعا الوداد عنده صعوبة شديدة جدا انه ينقص فرصه لو كسب الماتشين هيوصل تسعة بونت يكسب تسعة بونت لكنه ما انت لو 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 جالاكسي لو اسك لو كسب الماتشين خلاص جالاكسي برا طب سيمبا لو عمل نتيجة مع اسك لو سيمبا اتعادل او خسر فرص الوداد قائمة في انه يكسب الماتشين الجايين هنشوف المجموعة التالتة رغم انها ايه الاول عشر هو ثلاثة المجموعة التالتة مجموعة عربية باستثناء بترو أتليتكو النادي بتاع جيلبرتو وفلافيو الهلال السوداني بيستضيف بترو أتليتكو يوم الجمعة ستة في ملعب شهداء بنينة كله عنده حظوظ النجم الساحلي بيلعب مع الترجي في كلاسيكو تونسي في ملعب رادس يوم السبت الساعة تسعة لو تعادلوا هيخلصوا على بعض الحظوظ هنا متاحة بترو أتليتكو الانجولي متصدر بتامن نقاط الترجي خمسة والنجم الساحلي اربعة والهلال اربعة فالمسألة مشتبكة جدا الهلال لو كسب هيبقى سبعة الهلال لو كسب بترو أتليتكو هيبقى سبعة بس الترجي لو كسب هيبقى تماني النجم الساحلي هيبقى سبعة لو تعادلوا هيخلصوا على بعض المجموعة الرابعة مجموعة الأهلي مديامة والأهلي الجمعة الساعة ستة في ملعب بابا يارا يانج أفريكنز بياس تضيف بيلوز داد يوم السبت ساعة ستة في بن جمين مكابا والترتيب زي ما كلكم عارفين الأهلي ستة بالوزداد خمسة ويانج أفريكنز خمسة ومديامة أربعة شديدة التعقيد وكل النتائج واردة فيها فاحنا عشان كده بقول يا رب نعدي الماتش بتاع مديامة مديامة ده كويس طيب الأهلي مهم أنه يحافظ على الصدارة ليه على فكرة آخر تلت نسخ لدور الأبطال الأهلي ما بيطلعش أول بيطلع تاني وعلى رأي الكابتن طرق دياب المحلل التونسي الكبير قالك الأهلي في الأدوار الإقصائية غير الأهلي قبل الأهلي لما يوصل للأدوار الإقصائية شخصيته هي اللي بتفرض كلمتها الأهلي يطلع تاني لكنه لما بيطلع تاني بيلعب أوائل هنا الميزة لو أنت حفظت على الصدارة وتهلت أول أول ما حتخلص دور المجموعات للتحاد الأفريقي بيعمل قرعة بيحط في الدورق ده الثلاث أو الأربع فرق الأوائل وهنا الأربع فرق التواني ويعمل قرعة واحد من هنا يلعب واحد من هنا فأنت لو طلعت أول هتلعب أحد التواني بتوع المجموعات التلاتة الأخرين ما يكي فرقة لكن اللي فارق النقطة التانية أنك تلعب ماتش العودة في ملعبك بس الميزة الإضافية أن أنت أوائل المجموعات يلعبوا مباراة العودة في الدور اللي جاي دور التمانية في ملعبك ماتش عارف منطق الكورة أن كل البطولات اللي خدتها بر ملعبك يعني أنت أنت لما تأهلت على حساب الوداد مش كده مش كان بر ملعبك وقبل كده في كايزة شيفز مش كان بر ملعبك بس أنت مع الوداد برضو البطولة اللي فاتت لقبل اللي فاتت لما كانت من مباراة واحدة خسرتها في المغرب لا دي بتقولها مغريبة لأنه ما كانت شفير الأصل في المسألة الأهل يحتفظ ويسعى للحفاظ على الصدارة لأنه المكاسب النوعية فيها مهمة جدا وبتريح الفريق هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل